موسيقى مساء الخير مع انتشار السوشيال ميديا ناس كتير النهاردة بقى عندها خلفية عن معظم الأمراض النفسية وده بجد كل مرض معناه ايه؟ طب يا أشهر أعراضه بس هل ده معناه؟ ان اي حد ينفع يشخص نفسه بمرض؟ طب هل يقدر يحدد اذا كان هو مريض ولا لأ؟ ده السؤال اللي عاد تسأله النفسي وانا بذكر قصتك يا هاجر بعتت تقول لنا انا عندي شيزوفرينيا طب انت عرفت من اين؟ تعالوا نسمع القصة من اولها ونشوف هاجر بعتت تقول لنا ايه؟ اسمي هاجر من محافظة أسيوت عندي حاليا 17 سنة وفعل معلوم سنوية عامة قبل اي حاجة عايز اقولك يا سيلي ان انا متابعة حضرتك بستفاد جدا من برنامجك اللي بيعلمني خبرات كتير من قصص الناس تانكيو حبيبتي وده اللي شجعني ان انا بعتلك النهاردة لان موضوع الطب النفسي استهواني في الحقيقة بدأ تقرأ ودور فيه لحد ما عرفت اشخص حالتي ان عندي شيزوفرينيا قبل ما اكلمك عن مرضي خلوني الاول احكلكم حكايتي انا يا سيلي عندي مشاكل كتير في حياتي من يوم ما اتولدت لحد النهاردة مشاكل عائلية مع جدتي ماما وخلتي وخواتي كل البيت فيه مشاكل وانا اللي تعبانة من وانا صغيرة بتهان وبتشتم والدنيا كلها وقفة ضدي ماما واخواتي بيت ترياءوا علي دايما كل يوم اسمع ترياءة منهم يفضلوا يقولوا لي انتي بش تنفايا في حياتك عمتي وجدتي طردوا ماما من البيت بعد ما شتموها وهانوها رغب من ان ماما وبابا اصلا قرايب هو ابن خلها وهي بنت عمته مش عارفة ازاي قرايب يعملوا في بعض كده غير بقى اهلي وقرايبي كل الاشخاص اللي بعرفهم في حياتي مش بيتقون يا سالي سواء كان في النادي او في مكان تاني بروحهم وده بجد مش تهيئات الدنيا كلها وقفة ضدي يعني ايه هجر كل الناس ضدك يا حبيبتي في كده تعالوا نكامل يا سالي انا مفيش يوم نمت فيه الا وانا معياطة من كتر اللي بتعمل فيه او بيحصل حوالي مش عارفة اذاكر ولا ابتدي حياة جديدة بس مع ذلك عندي مواهب كتيرة قوي زي مثلا اني بحب القراية كنت بروح صيدلية اتضرب مع واحدة قريبتي دكتورة صيدلانية بحفظ قرآن وبالعب رياضة الكاراتين ونفسي اشتغل واطور من نفسي عايزة كون الاولى عالجمهورية ودكتورة قلب اطفال عالمية زي دكتور مكدي عقوب عايزة اساعد الفقرة اعالج كل طفل مريض وقلبه بيوجعه بس مش عارفة اعمل ايه عشان احقق الاحلام دي طيب ابدأ ازاي وانا بصراحة متأخرة في التعليم مش باخد دروس واخترت اخد السنوية العامة ما نازل حابة اساعد ابويه وامي وفرحهم بس للأسف انا مريضة نفسيا وجسديا وعندي شيزوفرينيا بحب اعود لوحدي دايما مش طائقة مش طائقة قاعد في البيت ممكن انتحر في اي وقت لاني ما بقيتش عارفة شخصيتي خالص ساعة حنينة ساعة طيبة وساعة قوية وكل دقيقة بشكل كل الاعراض دي هي اللي خلتني ان انا اشخص نفسي بانا عندي شيزوفرينيا وانا بصراحة المشاكل دي كلها عندي من زمان كنت بعافر بس حاليا متضمارة ووقات من كتر الحالة النفسية اللي بتجيلي ببعيزة اهرب من البيت بس اهلي بيصعبوا علي كزا مرة حاولت انتحر بس ربنا كان بيديني عمر جديد يعني مرة اعدت اقطع شراييني بالموس ومرة حاولت اكتم نفسي عشان اموت وحاولت قبل كده ارمي نفسي قدام عربية بس في الاخر مش باموت وبجد انا مش حابة اعود في البيت نفسي اسافر وابعد واشتغل اشتغل على نفسي بس اهلي مش موافقين انا بحاول اتابع مع دكتورة نفسية من وراء اهلي بس المبلغ كبير جدا علي لما بقول لأهلي عايزة اروح لدكتور نفسي بيقول لي بطلي دلع وتمثيل بقى ويترياءه علي اكتر ودولي اعمل ايه طيب لحد هنا وخلصت رسالة هاجر عايزة اقولها في الاول انه يعني ايه اعتقد ان انتوا لاحظتوا انه في بنات كتير من الصغيرين بالذات بيبعتوا لنا بيقول لهم مكانة كده في قلبي ليه لانه ده الجيل اللي جاي وده الجيل اللي هنشتغل عليه وده جيل بكرة هم بكرة هم المستقبل فما احترامي لكل الناس اللي بيبعتوا لنا وكلهم على راسي بس انا بحب السن ده قوي وبحب اتكلم معاه خصوصا لو مش فاهمين نفسهم هم اللي يجوا في يوم وهيساعدونا زي ما احنا بنساعدهم عايز اقولك على حاجة يا هاجر انه مش طبيعي ان انا اصنف نفسي واشخص نفسي بمرض او اقول ان كل الناس مش طيقيني انا ساعة حاجة وساعة حاجة ومش عارفة انا عندي ايه بس بقولكوا ايه انا عندي شيزوفرينيا في شكس ما كده طب انتحر لا اسئلة كتير قوي استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة